طيب نروح لحاجة تالتة وهو طريق الاهلي قطار الاهلي نحو التتويق بالدوري هيبقى ازاي؟ هتكلم في جزئيتين طريق الاهلي نحو الدوري هيبقى فيه نقطتين نقطة متعلقة بموعيد وترتيب المباريات والنقطة التانية هاعمل مقارنة ما بين مسألة الفيربلي والعدالة في المنافسة ما بين الاهلي وبيرامتز طريق الاهلي للتتويق باللقب متبكع عليه تسع مباريات تسع مباريات على رأسهم مباراة بيرامتز اللي جاي يوم 22 سبعة ودي هتكون في ملعب بيرامتز في ستاة 30 يونيو في الدفاع الجو طيب المباراة دي اكيد هتكون مباراة حاسمة وفاصلة ربنا قرمنا ووفانا وكسبنا المباراة دي اكيد هيكون متبكة للاهلي ساعتها تمن مباراة طيب لما يتبكى تمن مباراة دي بقى ساعتا انت محتاج تكسب خمسة من التمانية خلاص خمسة من التمانية لأن ساعتها الفرق مع بيراميز هيزيد إن شاء الله لسبع نقاط فنقدر نقول قبل يوم 8-8 بإذن الله إن شاء الله يبقى يكون الأهل إن شاء الله حسم الدوري بس تعالوا بص على ترتيب بيراميز يوم الاثنين اللي جاي المصري في برج العرب يوم 26 سيراميكا في القاهرة يوم 29 بعدها بيومين البنك الآهل واحد تمانية بعدها المقولين 4-8 بعدها سموحة 8-8 زد 11-8 إم بـ 11-14-8 مدرن سبورت اللقاء الأخير يوم 17-8 بص ترتيب المباراة ترتيب قاتل كل 48 ساعة و72 ساعة مباراة ده جدول وترتيب مباراة الأهل تعالوا بقى نعمل مقارنة مع ترتيب مباراة بيراميز عشان فيه حاجات في النص كده هتعمل لك صدمة على الهواء بيراميز متبقيله 6 مباراة في الدور العام 6 مباراة في الدور العام هيلعب مع الأهلي يوم الاثنين اللي جاي ده نفس توقيت مباراة الأهلي برضو يوم 22-7 طيب هيلعب مع الزمالك يوم 26-7 وده نفس توقيت مباراةه مع الأهلي والمصر يوم 26-7 هل ينفع ممكن نعمل الجدولين قصاد بعد يا جماعة ويندو كده يبقى التين قصاد بعد لو ينفع يبقى كويس قوي طيب بعد الأهلي ملعب المصر 26 هيلعب يوم 29 ولكن بيراميز هيلعب 30 مع فرقه فواخد يوم زيادة راحة واخد يوم زيادة راحة بصوا المنافسة بقى والعدالة ما بين الفرق في المراحل الأخيرة في الدوري الأهلي هيلعب يوم 26 مع المصري والزمالك هيلعب مع بيراميز 26 بيراميز هيلعب 30 الأهلي هيلعب 29 ده رقم واحد رقم اتنين بعد بيراميز وفرق يوم 30 هيلعب مع زيد افسي وماربعة تمانية الأهلي هيلعب يوم واحد تمانية وهيلعب أربعة تمانية يعني مباراة ومباراة الأهلي هيلعب مباراتين ما بين 29-7 إلى أربعة تمانية هيلعب مباراتين بيراميز هيلعب من 30-7 إلى أربعة تمانية مباراة واحد ادي اوفرلود مباراة زيادة للنادي الاهل يبقى يوم براحة زيادة البيرامدز مباراة زيادة للنادي الاهل من اربعة تمانية لاربعة عشر تمانية برامدز يلعب مع الداخلية من اربعة تمانية لاربعة عشر تمانية برامدز يلعب مع الداخلية واربعة عشر يعني فيه عشر ايام راح عشر ايام راح طب الاهل من اربعة لغاية حداشر لا من اربعة لغاية اربعة عشر من اربعة لغاية اربعة عشر وبرمز يلعب 4 و 14 الهل يلعب 4 و 14 بس ما بينهم فيه مباراتين هيلعب يوم 8 مع اسموحة وهيلعب يوم 11 مع زد افسي فيه اوفرلود مباراتين للأهل بصوا احنا نتكلم على مراحل حاسمة لشكل الدولي المؤجلات جابتنا ازاي بالشكل ده بعد كده 14 و 17 برمز مع الداخلية وبرمز وطلع الجيش 14 و 17 امبو الأهل والأهل ومودر سبورت طب نفترض او مش نفترض ده قرار رسمي برمز يلعب في الفترة 14 و 17 و 8 مبارات تمهيدي افريقيا خارج مصر فبالتالي المباراتين ده هيتأجلوا هل ممكن يتقدموا شوية يتلعبوا في الفترة من 4 إلى 14 والأهل كان يلعب برضو 8 و 11 ولا الوضع ساعتها يكون ايه في المنافسة شكل الدوري بترتيب المباريات بالفرغات اللي قلتها لحضراتكم ما فيهاش اي عدالة كلها بتصب لصالح برمز يبقى المؤجلات اللي كانت بتحصل كانت بتحصل لصالح المنافسين ضغط الأهل في مبارات الدوري بتحصل لصالح المنافسين والكل كان بيراهن على أن الأهل هيقع بعد ما يخلص مشوار إفريقيا زي ما حصل من سنتين ولكن إرادة ربنا كانت فوق كل شيء الأهل عمل 14 انتصار متتالي في الدوري بعد ما رجع من بطولة إفريقيا وفاز بالبطولة على حساب الترجي عشان كده الأهل يدخل في المنافسة فدلوقتي هيبقى الرهان على المطشط اللي جاية رجاءا من جماهير النادي الأهلي افصل وبلاش تعقد مقارنات ولا تحاسب لعبتك ولا تقصو على أي لعب في الفريد دلوقتي احنا دلوقتي أمام موقعها ومباريات صعبة جدا وطريق ملغم في مشوار الدوري زي ما عرضت المباريات والرحات ما بين المباريات وترتيب المباريات تركزنا على الفترة اللي جاية إزاي نقدر نعد المطبط الصعبة دي طيب ده بالنسبة الأمر المتعلق بطريق الأهلي للتتويج باللقب